بعدما تمنع مرارا وتكرارا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن الإجابة الخطية حول استراتيجية قطاع المياه فضلا عن غيابه المستمر وتغييب المدراء العامين عن اجتماعات لجنة الطاقة والمياه وخصوصا بعد الرفض المستمر وفي كل مرة عن الإجابة عن تساؤلات لجنة الطاقة والمياه عن الهدر القائم في الوزارة كان لابد من اللجوء إلى استجواب الوزير المختص ليعرض بالحقائق والأرقام واقع قطاع المياه وإلا سيتم طرح الثقة به ما هي كلفة الشبكات والمنشآت خزنات محطات ضخ الواجب تنفيذها لهذه الغاية أشارت استراتيجية إلى أن المبلغ الواجب تأمينها وإنفاقها للتخزين السطحي دون غيره من مشاريع المياه تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2020 أي بمعدل 200 مليون دولار سنويا وهذا يطرح حدة أسئلة حول كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية وكيفية إدارة وتلزيم وتنفيذ المشاريع وصيانتها وتشغيلها لاحقا ونتيجة للعمل غير المتكامل للوزارة وغير المبني على مخطة توجيهي عام وواضح فإن الخطة العشرية التي كانت أعدتها الوزارة سابقا والاستراتيجية التي أعدتها حاليا أدت إلى اقتراح تنفيذ عدد من السدود والبحيرات ما استدعى العديد من الملاحظات على عمل وصدقية الوزارة يذكر أن الوزير باسيل خصص مؤتمرا صحفيا في طبي في أيار 2011 لشرح جدول العمل واقتراح مبالغ ضائلة قال حينها أنها كلفت إقامة سدود تبين أن هناك فوارق كبيرة ومهمة في الأرقام الواردة والمقدمة إلى مجلس الوزراء ما يطرح علامة استفهام حول هذه الأرقام والأموال وفي حديث خاص للأف تي في كشفاء نائب محمد قباني عن استهتار الوزير باسيل بقطاع المياه صرنا سنتين بنطلب منه بنبعث له أسئلة يتفضل جابنا الدراسات وتعالى لا بيجي ولا بيبعث الأجوبة على أسئلتنا ولا بيبعث لنا الدراسات وتفيلنا أنه ما فيه دراسات بيئة ولا فيه مخطط توجيه عام وأنه استراتيجية مجلس وزراء لم تقارتها كيف ماشي بالتلزيم؟ هذا الأسئلة يجب أن توجه للوزير ونحن عم نتجرب كل الوسائل حتى نتعاون معه ما بده العماد عون ما فيه تحمل أي انتقاد لصهره بسبب أنه أنا رأيش نجي للطاقة والمية وبالتالي إذا بدي أعمل مسائلة وبدي أعمل نقد دايما هذه عم تطلع مش دايما يعني فيه طاقة والمية وفيه أشغال عامية والنقد بس أنه جزء منها عم بيكون لا جبران بسيل فالجنرال ما بيتحملها ما بيقبلها وبذلك بيشملني بعطفه بس يهاجم لعل الوزير باسيل أراد تحويل قطاع المياه كقطاع الكهرباء أي إلى شركة خاصة به وبتياره فكما طالب بالمليار ومتين مليون دولار يطالب الآن بمليارات الدولارات لتمويل المشاريع السدود والبحيرات بأسلوب لا يعتمد الدراسات والخيارات العلمية بل يعتمد فقط على مبدأ القوة والتحايل على القوانين والحصول بالقوة على مبتغاه وإلا وكما العادة التهديد بسقوط الحكومة